مرحبا كيفكن صبايش والاخبار طمنوني عنكن اشتقتلكم كتير ورجعتلكم بفيديو جديد ان شاء الله فيديو اليوم رح تستفادوا منه كتير لانه حبيت اني اشارك فيه معكن افكار تفيدكن افكار سريعة وسهلة وبسيطة ومثل العادة ووصفات ما فيه اي تكلفة ان شاء الله وحبيت يعني هيك اني افيدكن بما انه هلا قرب شهر رمضان بتاخدوا افكار لمعجنات لحلويات بتعملوهم لعائلتكن فان شاء الله راح تحبوا فيديو اليوم تابعوني للنهاية حطولي لايكات كتير وكتبولي تعليقاتكن الحلوي متل ما شفتوا يا صبايا فقد كانت المطر كتير قوية سبحان الله وما شاء الله كل الليل المطر ما وقفته طبعا بهذا اليوم كانوا عائلتي بالبيت يعني شو بدي اعمل مع ريحة المطر لازم يكون فيه ريحة معجنات بس ما كان فيه عنا كهرباء بصراحة لانه لما بيكون فيه مطر بتعرفوا ما بيكون فيه عنا الشحن بس حبيت اني اشارك معكن فيعني بعتزر من شان موضوع الاضاءة ان شاء الله فترة ومنرجع يعني هيك انه خلاص بيضل دائما فيه شحن ودائما فيه شمس بس لما بيكون غيم هيك بتكون الاضاءة عندي حبيت بس اني اوضح للناس اللي بينزعجوا من الاضاءة الخفيفة عادي يعني هيك مشان عيونكن ما يوجعوكن حلوة الاضاءة الخفيفة انا لما كنت بيبيتي بحلب سبحان الله يعني وكان فيه عنا دائما كهرباء بتعرفوا يعني قبل الحرب فوالله دائما كنت احب اني اضل قاعدة على العتمة اخلص هيك كل شغلاتي على بكير طبعا مثل العادة بفيه بكير كتير وبخلص حوسة وكل شي وبشغل بس انه اللمباديرات الاضاءة هيك الخفيفة يلي بالبيت كنت احب الاضاءة الخفيفة كتير فهلا يعني ما كتير سبحان الله يعني كنت بتدايق بتدايق لما بيكون ما في عندي شحن يعني ما في انه ما فيني اشحن تاليفوني ما فيني اشغل الراوتر ما فيني اصور وهيك اما الاضاءة الخفيفة كتير كتير بحبه وما بتدايقني ابدا فالحمد لله يعني هذا الموضوع مريحني ايه والله يا حبيبات قلبي انا هون بدي اشارك معكم عجينة للمحمرات هلأ شوفوا المحمرة نحن منساوية عالغاز يعني انه بيطوايا عالغاز او انه عالصوبة بس انا اليوم بدي اشارك معكم للناس اللي مثلي بيحبوا يشتغلوا المعجنات بالفرن خلاص انه منضبط الصواني منحطهم بالفرن اسهل واسرع وبنفس الوقت يعني كي ما بياخدوا معك وقت كتير ما يشوف انا هون بدي اساوي صينيتين للمحمرات العجينة طبعا مثل العادة بتلاقوا المقادير كله بصندوق الوصف ان شاء الله في كتير صبايا ما بيعرفوا وين صندوق الوصف صبايا جنب عنوان الفيديو بتلاقوا سهم كتير صغير بس يا علي بيطلع عندك العنوان كامل تحت العنوان بتلاقي الكتابة يلي هي بيكون اسمه صندوق الوصف اذا ما عرفتي بالشرح ادخلي على اليوتيوب بتلاقي كتير ناس عاملين فيديوهات عبي يشرحوا عن كل شي بالفيديوهات عن يعني طبعا هني قنوات تعليمية فبتلاقي انه فيديو بيوضح لك هاد الشي فانا دائما لحتى اريحكون ويمكن كمان يكون في صباحة بتقوم تجرب الوصف وماذا تشوف الفيديو كله ما عنده وقت مثلا فدائما بتلاقوا المقادير مكتوبة بصندوق الوصف خدوها وجربوها عجينة بتجنن عجينة هي مزيج بين المعجنات البسيطة بس احنا هون محطينا حليب فاخدنا نكهة مميزة حطينا العجينة على جنب لحتى ترتاح لازم اقل شي صبايا ترتاح نصف ساعة بمكان دافي والعجينة من غطيها ما بيصير تشوف الضوهية عبتتخمر يعني دائما لازم نغطيها ونحطها بمكان يكون دافي وهون اجيت بدي اساوي الصوس يلي هو عبارة عن انه انا حطيت شوية زيت رح اقلي البصلة وحبت فلافلة وحدة طبعا هاي اضافة من عندي بطريقة المحمرة الاصلية ما في فلافلة بس انا بتعرفوني للفلافلة بحب اني احطوا فلافلة انا حدا كتير بيحب نكهة الفلافلة بالاكل منشان هيك حطيت وبعد ما دبلت البصلة والفلافلة حطيت دبس فلافلة معجون فلافلة يعني حسب كل حدا بيقول له شكل والبهارات طبعا ما في هون بهارات كتيرة بس ضروري انه تحطوا حبة البركة وسمسم رح يعطوكم نكهة كتير طيبة ومنحط كمان شوية دبس رمان وملاح فلافلة حامرة راش حط الشي اللي انتي بتحبي طبعا ما بتاخد معكن اي وقت على النار ودبس الرمان كمان لازم نحطه يعني هو اضافة اساسية فيكي كمان بهاي المرحلة تحطي جبنة اذا بدك يعني بس الطريقة الاصلية يعني متل ما بيقولوا التراسية ما فيا جبنة وفيه كمان ناس بيحطوا انه دبس فلافلة ودبس باندورة بس انا ما بحبي صراحة بحسها هيك اطياب يعني حطيتها على جنب من شان تبرد وهون كمان كانت العجينة انه عبتتخمر فانا شو رح اعمل خلاص واقفة بالمطبخ وواقفة وزوجي كان هون عبشغل الصب بحطيتها عليها كمان برميد المي من شان اسخن مي اجلي الجليات اي قلت لحالي خليني اجهز الغداء لبينما اساوي انه يفطر وبيكون الغداء صار جاهز وقت بدون ياكلوا بس كبلون رح اساوي كمان مسقعت البنجين هي اكلي طبعا من اكلاتي المفضلة حطيت معلقة سمنة رح اقلي فيها البصري طبعا انا هون رح احط بصل كتير بصراحة نحن حدا بيحب البصل بالاكل كتير وفي عندي لحمة انا دائما بجيب مثلا كيلو او اكتر لحمة بقليها بحط لها بس انه ملح وبهار وبتركها حتى تبرد و بغطيها بالاسبوع مثلا بيكون زوجي موهونة مثل هيك في عنا مطار بيتنا كتير بعيدة عن اللحام ما فينا يعني ننزل شو بعمل بلقي انه في عندي لحمة اي شي بطاطا بانجان طبعا في قدامنا خضرجي يعني بس انه لحم ما من امن بصراحة انا اشتري من عند اي حدا فلازم يكون حدا معروف وهيك فبالصيف بصراحة ما بحبل هاي الخطوة يمكن يعني اترك اللحم يومين ثلاثة ما واكتر مؤلية وبحطها كمان بالبراد يعني بحطها بيقلب حافظة وبحطها بالبراد اما بالشتلة والله بتضل عندي اسبوع كامل ما بتتغير لا لونة ولا نكهة ولا اي شي لانه يعني متل ما بتعرفوا الجهوة لحاله اساسا براد طبعا بعد تزر اذا عبت اسمعوا صوات لانه انا اعادت بدي امنتج الفيديو وفي جنبي هون جيران عن جد ما بيهدوا طول اليوم الله يحميهم بيضلوا بيخبطوا بالبواب بيتقاتلوا كتير فما بعرف يعني ما عب بلاقي وقت لاني امنتج الفيديو احيانا عب استنى لحتى يناموا اخر الليل اخر الليل انا كمان بكون فرطط فلازم كمان يكون في عندي شوية طاقة يعني حتى اقدر اني احكي وهيكي فاليوم بكرت فعب يطلع اصوات بالفيديو كل شوي الله وكلكون بيخبطوا الباب بيتي كله بحسوا راح واجه رأس البيت ما بعرف شو قصتهم الله يحمي الجميع شو بدنا نعمل هلا هون صبايا العجينة ارتحت متل ما واضح معاكم بس انا على العجلة وعالعبطة وهيكي انسيت اني احط شوية زيت قبل ما احط العجينة فصارت هون تلزق معي شوي رحت جبت شوية زيت كتير سهلة ورح اعمدها هون بالصواني من دول ما انه افرده على الشوبك ولا اي شي تعامل معا كتير كتير مريح بس اذا لقيتوا انه عبتلزق حطوا على ايدكن شوية زيت يعني ما تحطوا طحين لا حطوا زيت وفردوها انا هون اجيت بدي افردها معكم يعني شاركت الطريقة كاملة بس لانه كنت حطة الستاند على الطاولة نفسها فكان الكاميرا كتير هيك عبترج فبصراحة حزفت هدول اللقطات يعني انه كان لقطة كتير مزعجة يعني تركت لكم انه بس اللقطة للبعدة سبحان الله الجو لما بيكون هيك كتير مطار والعيلة بالبيت في عبتة انا هيك بن عبت انا من الناس عن جد يا صبايا يلي بحب اني اشتغل على هدوء وبهدوء ولما بيكون في عندي تصوير او انه اكلة بقوم عليها كتير بكير بحب اعطي الشغلة حقها من كل النواحي وبس اشتغل بسرعة ما بتعجبني النتيجة ابدا كتبولي بالتعليقات انتو هيك مثلي ولا لأ انتو بتحبوا تشتغلوا بسرعة طبعا يا صبايا انا ما حطيت بالصواني اي شي لانه انا عندي صواني ما بيلزقوا اذا انت عندك الصواني بيلزقوا حطي ورق زبدة او دهاني شوية زبدة يلي بدك يا وهون رح احط المحمرة اللي ساويتها معكم طبعا هون كانت بردة شوفوا لو قالكم هلا انا هون كترت شوية الكمية ماشي يعني حسيت انه لأ كان لازم يكون اقل الصوص يعني ما بعرف لانه كمان طلعت حدة فحبيت اني اعطيكم هاي القصة يعني انه لا تكتروا ليش لانه هاي العجينة ما رح تنفوش كتير يعني هاي العجينة ما بتتضخم كتير هي طبعا نحن هون كمان لازم نحطها انه تكون كتير رقيقة ماشي لانه هيك طبعا اساس لمحمرات يعني حبيتك بس اذكركم انا لانه حسيت يعني صينية كبيرة قلت يلا بحط شوي شفتوا اول شي شلت اول معلقة بعدين قلت لأ بدها معلقة تانية لأ هي كان بكفي المعلقة الاولى وعلى الوش رح احط كمان شوية جبنة طبعا الجبنة هي خطوة اختيارية فيك تحطي وفيك لأ بس انا لانه بحب نكهة الجبنة مع دبس الفلافل حطيت شوي ما كترت يعني طبعا الشغل فيها كتير مريح ويعني تقريبا كلها مرحلة العجن مع التخمير مع الخبز كله ما بياخد معك ساعة وساويت كمان شاي فبتطلع احلى فطور والله يديم علينا وعليكن النعم يا ربو والله يرزقنا ويرزقكن الرزق طيب يكفينا ويغنينا وهون يا صبايا متل ما واضح معكن انا كنت حطة العجينة بنص الفرن ومشغلة من فوق ومن تحت كمان هي خطوة كتير مهمة انه لازم نشغل عليها من فوق ومن تحت يعني تقريبا بتاخد من 10 دقايق ل 15 دقيقة وبيفرق من فرن لفرن ومتل ما واضح معكن كان قطيب فطور جرب كاسة الشاي وكمان مع ريحة المطر واجواء البرد والشتة فطور كتير طيب جربية وكتبي لي رأيك بالتعليقات وان شاء الله رح تعجبكم العجينة والصص والنتيجة وكل شيء وان شاء الله صحة والف هنا على قلوبكم جميعا يا رب طبعا انا هون استويت عندي مسقعت البازنجان فشو بدي اساوي هلا هون بدي اساوي الرز اليوم حبيتك اشارك معكن طريقتي يعني بطبخ هاي الاكلة وكمان طريقتي بطبخ الرز انا من الناس يلي كنت من قبل يا صبايا انه اول الشي بحمص لشعيرية بعدين بحط الماي لما بتغلي الماي بحط الملح والماجي وبعدين انه بس غلط الماي بحط الرز بس لما لقيت هاي الطريقة حسيتها اسهل اسرع وبنفس الوقت بتاخده نتيجة افضل بصراحة ونتيجة اطياب انه انا هون حطيت معلقة سمنة حمصت لشعيرية انا بحب الرز معلقة لشعيرية اكتر من الرز لحاله يعني النكهة بتعجبني اكتر وقليل كتير لحتى اساوي انه رز لحاله ولما بتاخد لشعيرية لون دهبي بحط الرز بعد ما اكون طبعا انا هون نيقعته وغيسلته ومصفيته بحمصه شوي معه لحتى هيك انه يدفى طبعا ما اتركه يعني ياخد لون لا وبعد هيك بحط عليه الماي السخنة والملح والماجي بصراحة بتطلع نكهة وقطية بجربوه كتبولي رأيكم بالتعليقات وكمان كتبولي اذا انتو بتطبخو هيك مثلي ولا لا خلق شوفوا انا بالنسبة لعيار الماي بصراحة يعني صرت احط هيك من دون ما اعير انا هون تقريبا عبطبخ كيلو رز هو المفروض انه حسب نوع الرز في رز بياخد كاسة ماي في رز بياخد كاسة ونص من شان هيك المبتديقات انتو بتكون تشوفوا حسب نوع الرز اللي انتو عبطبخو انا صرت احط هيك يعني بتعرفو يعني صرت خبرة الحمد لله واخدت ايدي على شغل البيت من زمان كنت استغرب انو ماما واقفة عبطبخ وبتشيلك بترش الملح رش بتحط المي للرز من دون ما تعير عن جد اقول حالي انو كيف هيك يعني ما كان يعني هيك يخطر على بالي انو انا رح يجي يوم من الايام واوصل لهي المرحلة لانو انا الا شوي كنت بدي احط ميزين واعير الملح والبهار وكل شي للطبخة بس سبحان الله الواحد ما بيكبر بالعمر ويصير خلص يعني انو كل يوم روتين انت عبت عيديه كل يوم بتاخد ايدك عليه باللا شعور بتلاقي حالك انو انت خلص صار الموضوع عندك كتير عادي يعني هيك صرتي متل ما بيقولوا بيلمح البصر تخلصي الشغلات يلي من زمان كنت تفكرية كتير صعبة ويمكن كمان نفكرها مستحيلة فسبحان الله لما من منستمر بالحياة وبتاخد ايدنا عالشغلات منستهونها كتير اما من بعيد نقعد نتفرج عالشغلة بعمرنا ما رح نقرب وبعمرنا ما رح يطلع معنا شي فدائما دائما التجارب والشغل العمل والاستمرار والاصرار بيعطونا نتائج مزهلة طبعا يعني مو بس انه بالطبخ لا انا اصدي على كل شي والله يقوينا ويكون معنا جميعا يا رب شوفوا صبايا هلا انا هون تاني يوم كان بقيان عندي رز ايه والمسقعة خلصت شو بدي اساوي شو عملت قليت بصلي وبرشت الجزر قليت بعدين الجزر طبعا مع شوية سمنة او زيت متل ما انت بتحبي وبعد هيك حطيت عليه لحمة قلت لكم انا دائما بيكون في عندي لحمة مقليتة وحطيت له بهارات وبعد هيك تركته لحتى استوى وبحطه فوق الرز هو بيرد مو بيكون هدا الجزر يعني واللحمة هيك بيكون كله سخن منحطه فوق الرز فالرز لحاله بيسخن عن جد اكل ولا ولا اطيب من هيك حبيت اني اعطيكي هاي الفكرة اذا كان انت انه بقيان عندك الرز او برغل كمان كله ما تكبيه ولا تحتاري فيه كله بيصير بنعمله شوية شغلات جديدة بتلاقي صار في عندك طبخة تاني يوم سبحان الله هلا انا هون بهذا اليوم كنت صايمة ماشي فبدي اساوي لولادي هذا الرز من شان يتغده وكمان بدي اساوي لحمة بالصينية انه من شان العشاء بصراحة اليوم جربتها بطريقة الاول مرة انا بساوية بهاي الطريقة وعجبتني كتير كتير وحبيت اني اشاركها معكم هو سبحان الله يا صبايا بالطبخ يعني اذا منغير مكون او منضيف مكون او منعمل مثلا تغيير بين انه نحط المكونات كلها مقلاية او انه نحطها كلها تطبيق فيه بعضا فكله بيفرق سبحان الله بتفرق معكم النكهة والنتيجة وكرشي هلا انا كل مرة هاي مساقعت الجزر شو بعمل بفرم الجزر فرم ومتل ما بتعرفوا يعني الجزر بشكل عام فرمو كتير صعب وصعب كتير انه نساوي هيك ناعم بيجي هيك تحسوا انه مقزز فكانت تطلع معي نكهة مختلفة تماما هاي المرة شو عملت برشد الجزر برش فحسيت لكم يا صبايا اول شغلة ما اخذت معي وقت بالاستيواء ابدا يعني ما في خمس دقايق كانت مستوية على الخالص شغلة تانية النكهة اختلفت ما بعرف يعني انا لانه قولي زمان ما عملتها او لأ هي عن جد النكهة اختلفت فسبحان الله يعني الطبخ عن جد فن زوء تغيير كله 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 بالطبخ بيفرق فانتبهوا لهيك شغلات خدوا الطريقة الاصلية هلأ شوفوا يعني بالنسبة للمعجنات طريقة العجن بتفرق طريقة الخبز بتفرق انك الدخل المعجنات والفرن بارد او انه الدخلين والفرن سخن كله بيفرق معك بالطبخ طريقة الفرم طريقة البرش انقلي الشغلة مثلا قلينا البصلة مع اللحمة مع بعضهم مناخد نكهة لما منقلي البصلة لحال وبعدين منحط اللحمة مناخد نكهة مختلفة تماما فسبحان الله كله بيفرق هلأ هون تعالوا اخبركن عن هاي الاكلة الخطيرة هلأ اول خطوة انه انا برشت الخضرة كلها برش يعني البندورة والبصل والبقدونس فرمته ناعم كتير قدر الامكان يعني وفليفلي ماشي اربع انواع من الخضرة بس بس انا هون الفليفلي كانت عندي كتير حدة من شانيك ما رح احطها بقلب الخليط لأ رح احطها على الوش بس لانه حدة كتير كتير يعني بس انتو اذا عندكن الفليفلي حلوة ففرموها معن كمان بتطلع طعمتها كتير طيبة اول شي حطيت اللحمة حطيت عليها البقدونس والبصل والبندورة حطيت ملح وبهار وبهارات الشاورمة ما بعرف انا بحب طعمتهم مع الاكل كتير فيكن انتو تستغنوا عنهم وحطيت كمان ما لقيت سمنة ليش السمنة لانو انا هون حيطة برغل ماشي صبايا فالبرغل السمنة بتعطيه نكحة كتير طيبة وبتخليها كيب ما بعرف انا عندي هاي السمنة هون جبتها كان الطعمتها كتير طيبة من شهنك حبيت اني احطها معهم طبعا انتي فيكي تستغنية عنه بس حطي سمعي مني هيك اكلات لازم تكون دسمة كتير يعني ولازم نحط هيك شغلات لانو بيفرق يعني اللحمة بتعطيكي نكها شكل السمنة بتعطيكي نكها شكل سبحان الله يعني كل شي فيه له نكهته له وجوده والبرغل يا صبايا لازم يكون برغل ناعم كتير انا هون شو عملت غسلته كتير منيح وبعد هيك تركته منقوع بشوية مي دافية لحتى حبيت البرغل خلاص يعني كأنه استويت عجنتها شوي وبعد هيك حطيتها فوق الخليط انا هون ضليت عبا عجنن لحتى اندمجت المكونات مع بعضها كتير كتير منيح ماشي صبايا طبعا انتو هون حسب ما انتو بتحبوا بتتحكموا بالشكل بالسماكية بكل شي طبعا هون البرغل رح يمطص السوائل اللي رح تنزل من الخضرة كلها ماشي ورح يعطيكم نكهة كتير طيبة نكهة مختلفة تماما عن اللحمة مع الخضار لما منعملها من دون برغل وللأماني انا حبيتها مع البرغل اكتر طلعت طعمتها بتجنن عن جد بنصحكم انه تجربوا هلأ شوفوا في ناس بيحطولها شوية دبس فليفلي انا ما حطيت لها هيك حسيتها انه اطياب انا بحب نكهة البرغل مع الخضرة واللحمة هيك لحالهم يعني بس طبعا الملح والبهار يعني تحسون انه شي كتير اساسي بما انه يعني في لحمة طبعا انا هون شو عملت حطيتها بالفرن وشغلت الفرن وانا عبشتغل يعني لازم ندخله ويكون الفرن صخن وحامي كتير وشغلت عليها من فوق ومن تحت بتفرق من فرن لفرن وتقريبا يعني اخدت معي ساعة وطبعا متل ما خبرتكن يعني بتفرق من فرن لفرن متل ما واضح معكن انا هون مشغلة عليها من فوق ومن تحت ريحة البيت كانت بتجنن وانا بهذا اليوم كنت صايمة عن جد ما صدقت يعني ايمت قدن المغرب واكلت منها بنصحكن انه تجربوها وان شاء الله رح تعجبكن وان شاء الله صحة و الف هنا على قلوبكن جميعا يا رب طبعا لازم هيك يعني تروبوا جنب لبن ما بيصير لا سلطة ولا شي بما انه هي طبعا يعني لحمة مع الخضار فقطيب شي جنب اللبن عن جد بنصحكن انه تجربوها ما بعرف يعني حب هيك اكتر مدح فيها لحتى تتشجعوا وتجربوها وان شاء الله رح تعجبكن طبعا انه هون لساعة سخنة بس تبرد بتتماسك اكتر هلا هون المد طبعا المعمول المد يعني ونكهت كمانة البسبوسة بالقشطة ما بعرف نكهة كتير طيب هدا الحلة شو اسمه اسمه عيون الجمل عن جد حبيت الفكرة كتير كتير قلي ابني ماما عيون الست ولا عيون الجمل قلتلي هو المفروض نعملهم الشكل يعني مثل عيون الست بس طلعت معي مثل عيون الجمل طبعا شفت الطريقة بصراحة يعني للامانة حدع من زمان مساويتة شي بيشبه ماشي بس طبعا هون حبيت كتير كتير اول شغلة صبايا مثل العادية بتلقوا المقادير كلها بصندوق الوصف هي شو فيها فيها طحين وسميد طبعا بيض انا هون في عندي حبتين من البيض اخدت بيضة كاملة وبيض البيضة التانية وتركت الصفار لحتى ادهن في الوجه طبعا هيك الطريقة الاصلية هلا بس نخلص رح اخبركم شو يلي صار معي طبعا انا هون شو عملت اول شي حطيت البيض مباشرة منحط عليه فانيلا طبعا ليش لحتى يعني ما يكون في ريحة زنخة بالموضوع ابدا حركتون مع بعضون وبعد هيك حطيت سميد وحطيت سكر بودر طبعا السكر حصرا لازم يكون بودر يا صبايا لانه بتفرق معكم النتيجة وبيفرق معكم كل شي ماشي وبعد هيك حطيت لطحين وحطيت زبدة وبكين بودر بس يعني مكونات ولا ابسط من هيك الفكرة كيف نحن هون هاي العجينة ما رح نحط للي حليب ما رح نحط للي ماي ابدا هاي العجينة متل عجينة المعمول رح نعجنا بالزبدة او بالسمنة متل ما انتو بتحبوا بس الطريقة الاصلية هي بالزبدة من ضل عم نعجنا لحتى نحصل على عجينة متماسكة وبنفس الوقت ما بتلزي بايدانا طبعا انا هون حطيت زبدة بعد هيك لقيت حالي انو لسا محتاجة فرجعت حطيت بعدين لقيت لسا بدا ورجعت حطيت هادا الشي كله بيرجع حسب نوع الطحين ما مطص سوائل حسب نوع السميد كله بيفرق فانت هون رح تضلي تعجني لحتى مثلا تلاقي حالك انو لسا العجينة متماسكة رجع يحطي زبدة لحتى تحصلي على عجينة متل مواضح معك بهذا القوام بهذا الشكل بهاي الطراوة متل مواضح معكن هيك لازم يكون شكلة متل مواضح معكن ما بتلزق ابدا ما في اي شي عجينة بتلجنن والشغل فيها كتير مريح صبايا حرفيا ما في نص ساعة كنتم خلصت طبعا ما في داعي يعني لانو ريح ولا اي شي مباشرة منشكل طبعا منحط بالفرن منشغل عليها من فوق ومن تحت مع المراقبة حتى تستوي وطبعا متل ما دائما بقلكون بيفرق يعني حسب نوع الفرن شوفوا صبايا انا بنصحكن انو لما بتكون تشكلوا القطع ما تسمكون انا هون شو عملت ساويت قطع سميكة وقطع لا يعني مو انو مي سميكة لا انو اقل ماشي يعني وسط حسيت يلي وسط طلعو نكحتون اطياب ما بعرف وسبحان الله حسب كل حدا كيف بيحب كماني وهون صبايا منجيب صفار البيضة يلي شلنا بالاول ومندهن في القطع كله نحطوا عليه رشة فانيلا او نقطة ما زهر حسب ما انتو بتحبو ماشي ومندهن في القطع انا بصراحة ما كتير بحب اني ادهن يعني للمعروك ولا اي نوع معجنات بصفار بس انو شو عملت شلت قطع حطرتهم بالصينية تانية وما دهنتن يلي ما دهنتن حسيتن صار اطياب حبيت اني اعطيكن رأيي حتى انتو كمان اذا كنتو متلي ما بتحبو كتير البيض ولا هيك قصص جربو ما فرقت ابدا النكهة بس حسيت انو هدول اطياب الفكرة كيف انو فيكن تستغنوا عن هاي الخطوة او فيكن كمان تستبدلوا البيض بالحليب يعني حسب ما انتو بتحبو شغل المعجنات واللمسات الاخيرة عن جد كتير كتير مريحة طبعا نحن هون كمان لازم نبلش نحضر الاطر طبعا بتلاقوا المقادير كلها بصندوق الوصف الاطر كتير مهم انو تطلع اشتركوا في القناة ومتل ما واضح معكم يا صبايا الشكل ولا اروع من هيك والنكهة ولا اطيب من هيك شي مميز كتير كتير وانصحكم انو تجربوا واذا جربتوا كتبوا لي رأيكم بالتعليقات وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم ان شاء الله يكون حبيتوا الفيديو واستفدتوا واستمتعتوا كمان انتظروني بكل جديد وسلامات